شكراً لكم جميعاً وإحنا وصلنا إلى نهاية الثلاث ورش وأنا بصراحة حقيقةً سعيد جداً بتتعلق بيكم جميعاً ومشاء الله المشاركات كانت على مستوها جيد جداً وكبير جداً وده بيدل إن إحنا ماشينا على الطريق الصحيح الحمد للإلاك بالنسبة لقضية الشراكة وأهميتها مثالي مش مختلفين إحنا على أهمية الشراكة ولا في حد مؤترض هنا على قضية الشراكة وأهميتها لكن هو الاعتراض الأساسي على كيفية ومهلية الشراكة على ماذا نتشارك وأنا يعني كتبت بعض الأفكار وممكن أحاول أن نلعنا سلايد أبعتلكم إن شاء الله من خلال اتحاد رعاية الأيدان وحقيقةً يعني أنا أسمتها على ثلاث أقسام لقضية الشراكة الاستراتيجية والمسفدات أول حاجة على مستوى الأكترس اللي هو بيسموه في الجهات الفاعلة الناس الفاعلين في قضية الشراكة وهي حقيقةً هي خاصة بقيادات المؤسسات أول واحد قيادات المؤسسات والشركاء ما بينهم بعض فعلى مستوى قيادات المؤسسات يعني يجب عليهم أن يخلقوا الظروف ويهيئوا الظروف لعمل شراكات لأنهم أصحاب القرارات داخل المؤسسة وهما المؤثرين فيها فده يدورهم أنهم يخلقوا الظروف إنشاء الشراكات المستدامة ومش كده أو بس وهم اللي يقيدوا عملية الشراكة لأي حد آخر ولكن هما اللي يكونوا فاعلين وهم اللي بيدروها وبيوجروها وأيضاً بيحافظوا على التماسك المجتمعي بشركات ما بيعملوش شراكة ويسيبوها ويمشي لا هما دايماً محافظين خلال فترة الشراكة إن هما يحافظوا عليها ويعملوا على تقوية التماسك الاجتماعي على مستوى الشركاء لازم إن إحنا نفكر في كيفية إن إحنا نوحد مواردنا ونوحدنا وده غرض الشراكة الأساسي إن إحنا عشان يكلنا تأثير في أي شيء إحنا بنعمل عليه شراكات وإلى تأثيرنا قوي لازم نفكر في موضوع توحيد الكفاءات وتوحيد الموارد وبنحاول إن إحنا نحط أولويات للعمل المشترك يعني العمل المشترك للأسف الشديد كثير جداً عايزين يتفقوا لأنهم عايزين يعملوا شراكات ولكن ما بيحطوش أولويات للعمل اللي موجود فيه وعلى مستوى البروسيس بقى لو بينا على مستوى إحنا تكلمنا عن الإطارة ولو تكلمنا على مستوى البروسيس إن لازم نوضع أهداف للشركاء الشركاء يجب عليهم إنهم يضعف أهداف والأهداف دي تكون مبنية على رؤية ما تكونش أهداف فقط مجرد إنها أهداف مرحلية ولكن هي مبنية على رؤية والرؤية طويلة المدى وبيكون كمان بيسموها الامبيباشن في الإنجليزي الامبيباشن الناس متحمسة وفيه روح قوية لا مش موتيباشن طموح يعني لازم يكون كمان طبوح فيه عزي الشركاء مش بس فقط إنه فعالية ولكن فيه طبوح كبير جداً في إنشاءها عزي الشركات وإنها أيضاً لازم هذه الاهداف اللي هم عايزين نحطها مع بعضة تتوافق برضو ما لهدف العدد إحنا مش عايزين في جزر منعزلة عن بعضنا ولكن إحنا برضو بنحقق جزء من الكل ولازم الكل ده برضو يكون واضح فينا وإن إحنا من خلال هذه الشركات بنحقق جزء من الكل قضية التمويل قضية مهمة جداً ولازم في قضية التمويل عايزين نبعد عن طرق التمويل من خلال الاتحادات هدف الاتحادات إيه؟ هي إنها بتخرج من خارج الإطار الكلاسيكي للتمويل إلى الجانب الامتائي يعني لازم يكون عندنا الجوانب الامتائية أنا لاحستها كلها في الورش العامة كله بيعاني من مشكلة التمويل ولكن ما إحناش قادرين إن إحنا نعمل نقلة نوعية في قضية الإبداع في قضية التمويل وإن إحنا كمان مهم جداً إن إحنا من خلال الشركاء إن إحنا بنعدد مصادر الدعم اللي موجود ونظم للإدارة والرقاء الأخيرة، الجزء الأخير إحنا تكلمنا على البروسيس وتكلمنا على الـ على الأكتورس وأوليكات الفاعلة آخر حاجة اللي هي كونتكست برضو مشكلة المشكلات في إنشاء الشركات المستدامة والإسترالجية هي قضية الحوكمة الحوكمة لازم يتحط نوع معين من كيف تدير الشراكة بيننا وبين ضعطين الشراكة معناها إن إحنا نخرج من إطار الكنترول إلى إطار التأفير وده أنا أعتبر من هو ده جانب مهم جداً إنه من خلال شركاتنا عايزين نوصل إلى قوة تأفير كبيرة فنبعد شويةً عن الكنترول بوضع عن الكنترول معناها إن الشركاء يجب أن يتنازل كل شخص فيه داخل مؤسسته عن بعض ما يتميز به حتى نضمن إن الشراكة اللي موجودة تكون قوية ولازم نحط آلية لحل المشكلات داخل ما بين يعني في داخل مجتمع الشركاء للأسف الشيء بتنشأ مشاكل وعدم موجود آلية لحلها بتتعدد المشاكل وبتكبر وحتى بتفك في بعض الأحيان هذه الاتحادات لازم لأنه ما فيش آلية موجودة لحل المشكلات ومربوطة بحل المشكلات اللي ذكرت الدكتور محمد الناردة هي قضية التعلم مش عيب إن إحنا نعمل أخطاء داخل الاتحادات اللي إحنا بنعملها ولكن العيب إن إحنا ما نتعلمش من أخطأنا وإحنا نحاول إن إحنا نصلح وموضوع السياسات كمان لازم يكون عندنا في داخل الاتحادات سياسات قوية لقضايا زي محاربة الفساد اللي سيف دارديان والحاجات دي كلها لازم أيضا تكون فيه سياسات موجودة يعني تضمن إن الشركاء ماشيين في إطار مع بعض إطار إطار واحد ولازم الشركات تكون مبنية برضو على كونسيب إن إحنا كيف نستفيد من بعضنا البعض وإن الله بيسموها الجنغن الجنغن سيبوشي ناس ودد شكرا شكرا هارون ولا محمد ولا محمد هارون 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 أنا حتناول كونسيبت فاالفكرة أن الأفكرة كمال مش بس من الشركات هي إنشأة الحبات هيا إراضة للتعاون أن يحصل تعاون ومشاركة من أول علاقتنا بالمستفيد وفي لوشركات لا تبقى في صورة يد بتعطي يد بتتأخذ لا يوجد شراكة وفي تبادل كما قال الدكتور هاني عن موضوع قصة سيدنا يوسف كل الأمور لحد الشراكة مع بعض ومع الممولين ومع الجهات الحكومية التي ممكن تكون بتعمل الرقاة فهي الفكرة دي مهمة جداً المطلوب مننا كعمال إنساني كبير جداً ولا يمكن حيضر نحققه بدون الشراكات فبالتالي محتاج شراكات في جميع المستويات جزء منها ممكن يبقى إنفورما يعني غير رسمي وجزء منها محتاج لشراكات رسمية بإنشاء كيانات وبتوسيق العلاقات كما قالت فهي في الأخير يعني إرادة وتيجي طبعاً أكيد من الدارة العليا زي ما زكرت فداد غوزلا شكراً 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 بالشراكة مع هذه المنظمات بناءً على دراسة وعلى بيّنة وما يكونش التواصل إنه واحد يرسل للمنظمة وقول لها والله أنا عندي شوية أبيار مية لما تعطوني ماء أموال أعمل في أبيار مية الشراكة تحتاج مجهود تحتاج دراسة تحتاج فهم من تريد أن تشارك معه إخوة تحدثوا يمكنني أكرر القول اللي قاله الدكتور محمد الشراكة مع المستفيد لا تفترض أنك أنت تعرف ما يريد المستفيد عليك أن تتواصل مع المستفيد حتى تعرف حقيقة ما يريد المستفيد وكل مستفيد يريد ما تعطيه له فلا تعطيه لحماً وياخده هو منك ويبيعه علشان يروح يشتري حزان الاحترام الإنسان هو أنك أنت تتواصل معه وتشعر بروح المشاركة معه في محاولة إيجاد حديث مش هدخل في قصة طويلة ذكرتها للإخوة في المجموعة الحوكمة لكن أثرت شيء بسيط سريع اللي هي قضية إنشاء مجموعات أو جمعيات من أهل القرى هي أقدر على معرفة الاحتياجات الخاصة بالمنطقة بتاعتهم ومن هم المتضررون وما هي الاحتياجات لما تأتي الطلبات من هؤلاء الناس تكون أكثر دقة من أنك أنت تجلس في إسطنبول وتأخذ قرار أنك أنت هتوزع ملابس ولا طعام ولا هتعمل ميت بير المعلومة يجب أن تأتي من المستفيد ومن مجموعات المستفيدين بناء على المعلومات اللي هي عندهم مش اللي هي ليست عندهم وإنت مسؤوليتك ناقل لهذه المعلومات بناء على دراسة المنظمات الدولية هذا أمر غير متاح للناس اللي على الأرض وبالتالي أنت وسطة فهي شراكة بين جميع الأطراف حتى يصل الدعم بالصورة الصحيحة للأفراد المحتاجين بإحترام وتقدير من جميع الأطراف بزرع الله السلام عليكم السلام عليكم بسرعة هيك الموضوع صار أصعب بعد أخواني أكلب بالأول والله نصبوت كلاما لكن أنا بدي أجمل موضوع الشراكة بمثالين نحن تكلمنا كثير عن الرقابة الداخلية وهمها وحكينا مسألة التطوير التطوير الأنظمة المالية في داخل المنظمة مكلفة وما فيش إشي عيجي مثلا مجاني أكيد فبالتالي تعيين المدقة الحسابات والتقييم والمالج التقييم إلى آخره مهم جدا لكن أضرب المثال بالعراق الممولين زي الـ U.S.C.R. والأوتشا بعطوك تمويل كمنظمة مثلا محلية أو بوقع معك عقد شراك بعد ذلك يبدو بعد ثلاث شهور أو آخر المشروع سيبعت لك أشخاص مجموعة أشخاص أو مدخل خارجي يقوم بعملية التقييم إذا فعلا يصبح هناك تحسن ما بين أول ثلاث شهور وبعد ثلاث شهور أو بأول مشروع أو ثاني مشروع سيتم زيادة التنويل المقدم لهذه المنظمة فبالتالي ليس مشكلة بالبداية إنه يكون فيه أكيد قصور أو نقاط ضعف لكن لازم المنظمة تعمل على تحسينها وتطويرها فبالتالي حتى تستمر الشراكة لازم يكون فيه نظام مالي أنا بركز على النظام المالي كونني أنا المدير مالي فبالتالي تطوير الأنظمة المالية والرقابة الداخلية هي بعدها من أحد أسباب استمرار التنويل مع الممولين الخارجيين وخاصة الـ UN شكرا الآن دوركم أنتم أو دورنا نحن لأن أنا من أنتم وأنتم من أنا وأنا وأنتم نحن ونحن ونحن ونحنيح نحنوح كبيرا ونحنوح أردني بس أنت أرلندا مش أردن لحد الفرق بين أرلندا والأردن كان محارف أنا تربيت في الأردن فرق باسبور من بتروح وما بتروح لا باسبور الأردن بيروح في كل حد أرلندا لا المهم الطلب لكم أنتم عايزين تعملوا شراكة؟ هتعملوها مش عايزين؟ هنكش ونفش ونغش يلا بيه يبدأ تعال يا حبيبي تعال أنا كنت تعال ما أنا وقف هناك كل واحد يجيبه في جنبي أنا مش حواندي تبقلوا أنا هناك رجالا ونساءا نساءا وذكورا تفضل فيه نساء ذكور وفيه نساء رجال مش كده؟ طبعا طبعا قال نين 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 قضر سلسل لا بحضر بقول حضرتك أنا لديك فتاة نحن قضار فيك دي مخولة من عندك وعندك قضار فيك فضل احن قضار حسب القاعدة الاصولية ما لا يدرك كله لا يترك جله أو أورد بالعكس أيضا ما لا يدرك جله لا يترك كله إذا ما قدرنا على المعظم لا نترك كل بتاتا قد يسبب اسم الشراكة نوع من التخوف عند البعض انه كأنه اندماج كامل وضياع لهويتي لكن ممكن مبدئيا اذا لم يكن الاندماج او شراكة كاملة ان نتشارك في مواضيع ان نتشارك في مشاريع محددا كما يقول سعيد النورسي رحمة الله عليه في تفسير ايات وتعاونه على البر والتقوى لتعاونه على الاثم والعدوان انا ممكن اتعاون مع مسيحي في حفر بئر ماء يعني مساعدة الاخرين على شرب الماء ولكن لا اتعاون مع مسلم في حفر بئر لكي يقع فيه شخص فهناك ايضا تخوف من بعض الجهة انه لا ما اتعاون مع اليوين ما اتعاون مع كذا لانهم لديهم اجندات وكذا لكن ممكن اتعاون مع اي شخص في مشروع لان لا يعني حدد ان تعاون في البر والتقوى فاذا كان الهدف البر والتقوى اتعاون معه لتنفيذ هذا البر والتقوى اما 53 كم او اذا كان تعاون عالال الاثم والعدوان حتى لو كان اخي حتى لو كان مسلم حتى لو كان اي شخص embarrassment اي تعليق او مداخلة تانية؟ حد معترض على ان نعمل شراكة؟ حد معترض على ان ابدأ الشراكة؟ اتفضل تعالى احنا مؤسسات انسانية ملناش دعو بالسياسة المحلية انا مراحل كالولك بالسياسة لا تبعو بمكانك احنا مراحل احنا مراحل بس الله الرحمن الرحيم طبعا الشراكة لا توجد اخوانا ان ابدأ الشراكة وهذا مبدأ اسلامي وقيمة انسانية بس ماتا اطرح سؤاله مات الشراكة؟ في وقت الازمات ممكن لا نستعجل مشوار الشراكة لان الناس تفهم الشراكة بالاندماج لا ابدأ لا ابدأ لا تفهم الشراكة اللي هي الاندماج هي التعاون وفي وقت الازمات ممكن ناخد خطوة الوراء لان احنا محتاجين الكل يكون موجود والكل يساهم وكل يكون بس يكون فيه تعاون من حيث يعني اقدير الاهتياجات والبحث عن المستفيدين والزاهم نحن في وقت الازمات محتاجين الشراكة بقوة عشان ندفع الاذى عن الناس ولكن انا بقول كل شوية كل المجتمع سينتظم ويكون فيه قوانين وفيه دوائع وفيه كذا هتكون الشراكة اقوى ومفروضة على الناس زي شغل النقابات والاتحادات المهنية يعني انا في تجربتي في الكوين قبل العمل الخيري في العمل الخاص وما حتى يكبر الشركات على انه يخدش في غرفة التجارة ما تقدر تاخد مناقصة او تسحب تسحب اوراق المناقصة لتكون معاك الشهادة ان انت في غرفة التجارة والصناعة وليس بس ان انت تشارك وتكون تلافس بس تسحب الاوراق بقط فكل مكان المجتمع سيستقرر كل مكان الشراكة احنا هنجبر بالعكس احنا محتاجينها دلوقتي ومحتاجينها بسرعة بس ما ياخدش الناس اللي هي الاندماج بل احنا عايزين للناس تساهم اكتر في اتفع الضرر على المجتمع الشراكة ليست اندماج على الاطلاق تعال يا خالد ليست اندماج على الاطلاق حتى في الاتحادات والاقتلافات انت مش بتفقد شخصيتها الاتحاد مظلة والاقتلاف مظلة وانت عندك حيثيتك لكن في عموميات بينفذها الاتحاد بيشترك فيها جميعا لكن شخصيتك الاعتبارية داخل الاتحاد موجودة كن فضل كن فضل يعني انا بجوز في موضوع الشراكة من اربع خمس سنين وكلما التقينا باحد الاخوة اللي سبقونا في الميدان وعندهم تجربة يعني بيحكي في موضوع الشراكة بجوز بدي اناوه هيك على نقط اذا بيسمح لي الدكتور هاني هناك الشراكة ما بين جهة مانيحة و جهة منافدة هاي الشراكة ما حدا بيعترض عليهم مرفية ومعروقة في مبدأ انو انا جهة مانيحة بدي انافذ مشروع بدي شريك ايلي منفذ هاي الشراكة هاي الشراكة عبتمشي و حلوة و الناس تسعى الى وعلاكس تماما الكل بيكون ربحان منا وفيه الشراكة اللي ذكرى الدكتور هارون اللي هو بين المستفيد و الجهة المنفدة هاي تعلمناها بعدين يعني بلشنا نوعه الى بوقت متأخر وكمان هاي بالنهاية عبتصير مربح لانه هو المستفيد انت جاي تفيده هو عبي يقولك شو بده يستفيد انت عبتشاركه و هات عبي يخليك اقوى امام الجهة المانعة فكمان انت كجهة منفدة عبتستفيد من هاي الشراكة اصعب شراكة هي الشراكة ما بين الجهات المنفدة لانه حتى الجهات المانحة هي عبتب نحن ممكن نتشارك على مشروع اتنين اتنا بدنا ندعم مدرسة مهنية فبالتالي ما عنا مشكلة اما الشراكة بالجهات المنفدة عب يدخل فيه نوع من التنافسية نوع طب ما انا عبتنفد وانت عبتنفد نتشارك على ايش نتشارك على منحة جايتني احيانا كنا يعني بجوز الدكتور هاني وانا ابدأ اعمل لك الدكتور في قال انا بفترة من الفترات كنت ضد الشراكة بعدين امنت بالشراكة بجوز نحن يعني او عب يحكي عني بابتداء العمل كنت مؤمن بالشراكة شوية شوية بلشتد اصير موحد لانه خلصوا بيتك الخصة ليش انه مرة كنا في اجتماع نحب من طرف واحد ما بيبشي الزواواواواواواواوا طائب يعني أديش في عنا إيمان في هذا الموضوع وتأسيس ودعم لهي وفي شركة إغاثة سوريا أنه اليوم نحن هي الأجسام الجامعة أصبحت حاجة فهون صار في هي العلاقة أنا محتاجة فعلياً ولا لا لما نصير في عنا إيمان أنه نحن محتاجين بعض لنقوي بعض وهي مثل ما قاله بدأ يعني إدارات الجمعيات أنا اليوم لما أجي على جهة وعنده ميزانية إلا مشان يمشي الاتحاد بدنا مية دولار بالشهر يقول أنا ما عندي قناعة خل معناه يعني أو ما عندي هاي أحد المعوقات أحد المعوقات الثانية وأنا هي ما بعرف كيف نحلها إنه أحيانا تبايل المؤسسات المنفدة يعني منيجي منطلب شراكة منيعد على مشروع نحن عشر جمعيات المشروع بمليون دولار فيه جمعية ما مع تقدم ألف وما لا كوادر وما لا شيء وعبقول لك وليش يتمعنكم إيمان بالشراكة أنا عبحس إنه طيب ليش يعني مثلا لو ممكن أربح مشان أرفع قدراتك عندي موافق إذا كنت تحسبيه بس أنتو أربع موظفين ألف دولار ما معكن وجايين عبتقولون إنه نحن في مانح بده بدنا نجي نعود وناهض طب نحن شايدين كنتو عبتعيقوا العمل أكثر من اللي لا أنا في عندي أربع جمعيات تانية جيدة كبيرة ممكن أتشارك معاه يعني ما مفروض مني لأنه هاي نحن نواجه فيه كتير إني أشارك الكل أنا بدي أشارك ناس أتفق معها بالأهداف أشوف إنه فيه من الستمار في هاي العلاق طبعا هاي ضرورية ما يعني إلى الآن ماني يعرفون هاي وحدة طولت أنا عليكم أعين علك شكرا فيه شغلة ثانية إنه كتير من اللي يعني لا تصابوا بخيبات الأمل كتير من الجهات الكبرى اللي تنادي بالشراكة واللي بتحكي فيها لما تجعل الأرض الواقع وتدخل معاهم بتلاقيهم إنه هن أحاديين فبدنا نصبر يعني هذا اللي بخليك أحيانا تنصدم بس شو بدك تعمل؟ هي هيك العمل الإنساني بأحد أهم صعوبته وبجوز مشان هيك الأجر تبعه عالي إنه الصدمات فيه كتير كبيرة يعني أنت بتساعد الناس وبتنسب بتجي على شراكة بتلاقي رحيانا بتطعنوك بتقول إحنا بعمل إنساني ولا عمل تجي ما بعد تفهم شو اللي يعني يصير بتلاقي منظمات دولية بتطعن يعني فهذا الحكي بيصينك كتير غضبات أنا حدا حدا قد نقبلك حدا تنعيز أتكلمة شباب أو حدا 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 يعني امرأة و حدا لي في اليمن مش كلا عندك تسمع حدا؟ في يمنيين ولا مش يمنيين؟ حجة و حدا أنا يمن أهل المغرب العرب والفلسفة والشعر والأدب حياكو الله أهلا وسائل افضل بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة إضافة لما تفضل بيك الكرام إذا سلمنا جدلا أن هناك مجال ليست فيه المنافسة أو لا تقبل فيه المنافسة فهو المجال الإنساني ممكن في عمل تجاري أنافس دكتور محمد أو ينافسني لكن في العمل الإنساني يكايني باستحيل أن تكون منافسة بل بالعكس نحتاج بعضنا لبعض أكثر لكن في هذه المقطة بالداب نحتاج أن نتنازل بعض الشيء عن دواتنا ولما أتكلم عن دواتنا أتكلم عن مؤسستنا مهما كبروا حجمها فأحيانا ممكن أنظر إلى احتياجات المادية وموالدي لاستفادة ما أملكه في هذا الوقت بالضبط أنا محتاج في هذا الوقت أن أتنازل عن بعض موالدي من أجل الكل من أجل الشراكة أزاك الله خير فبس عشان ما أصل الكلمة اللي قالها أخونا تفيد الحكام تعال أهل اليمن فضل مال الجمعية مش مالها ومش مال أصحابها وحتى مش مال المانح وهو مال المجتمع نحن نقلب التربيزة على العكس أنا اللي جبت الفلوس أنا رئيس الجمعية أنا كذا أنا لا أعرف المنحين أنا لا شيء لأن زي ما كان أخونا يقول المستفيد هذا هو صاحب المال فكل المال والمعلومات اللي في الجمعية هي مال ومعلومات الفقير والمهتمع بسم الله الرحمن الرحيم أرى أنه هناك تحديين يواجه موضوع الشراكة تحدي داخلي وتحدي خارجي التحدي الداخلي عدم وجود مؤسسية في كثير من مؤسسات العمل الإنساني والمنظمات الإنسانية عدم وجود مؤسسية يؤدي إلى لخطة في الوضع الداخلي يؤثر على سمعة المنظمة ربما شراكتي أنا مع هذه المنظمة يؤثر على سمعتي أيضا لأن أصبح سمعة هذه المنظمة في الواقع سمعة سيئة نتيجة لفساد نتيجة لفشل مشاريع نتيجة لتعثر في أشياء كثيرة نتيجة لعدم وجودة مؤسسية لاعتبار القرار الذي أحادي لغير ذلك فالشراكة هنا تلطخ أو تشوه بالشريك الآخر الذي ربما يكون نظيف هذا جانب الجانب الآخر أنه هناك جانب مؤسسي جانب تنافسي هناك جانب تنافسي بين المنظمات والجمعيات أذكر أحد الأخوة الأتراك عضو في بلدية اسطنبول أحد الأخوة الأتراك في بلدية اسطنبول يقول نحن نريد أن نتعاون مع الجمعيات وحقيقة خاصة الأخوة سورين بالذات لأنه فتحت لهم أبواب ما لم تفتح للآخرين وقرار سياسية فيقول نحن نريد أن نتعاون معهم نفتح لهم آفاق نسهل لهم لكن للأسف الشديد يأتوا إلينا يقولوا لا ترتنوا على كذا هؤلاء يشككوا وكل واحد يشكك بالآخر وكل واحد يشكو الآخر وكل واحد يريد أن يضع الثقة بنفسه والآخرين يشكك بهم قال فهذه تجعلنا نغلق الباب أمام الجميع بهذه الصورة فهنا تصبح العلاقة علاقة تنافس بعقلية الندرة وليس بعقلية الوفرة عقلية الندرة من الفرص واحدة إذا اقتنصتها أنت لا يجي غيرها فلذلك هذه موجودة التحدي الخارجي هو أن العمل الإنساني أن العمل الإنساني اليوم يواجه تحدي خارجي وهو مسألة الإرهاب ويريد أن يصوب الإرهاب بالعمل الخيري وأنك أقفلت مؤسسات وجمعيات كثيرة في أكثر من قطر عربي وإسلامي وأصبح العمل الخيري يناط بأجهزة استخبارات تابعة لدول وحكومات وهذا ما نرى يعني مثلا في اليمن الهلال الأحمر الفلاني معيذ خلص ينفذ الأجمال معيذ وإلى آخر لذلك حق يبوسك ولذلك أصبح هناك إذا أردت أن تعمل شراكة مع هذه الجهة فيفرض عليك أجندة معينة وأهداف معينة تنفذها فتصبح أنت أدى لتنفيذ أجندة معينة لا تخدم لا العمل الإنساني ولا العمل المجتمعي شكرا جزيلا أهل يمن أهل يمن أهل يمن يمن الله أكبر والعلاق مفيش حاجة طب إحنا بنوضع بس أخونا محمد الشو عشان نرى على المطار ونقول له جزاكم الله خير ونبوسة ليت الجمهور طيب مين تاني مفيش قرورة حتتكلم والأستاذ فادي والأستاذ فادي ادعوه 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 مع السلام مع السلام مبارك ها في حد من الشباب هيكلم فضل نقدمنا كمان عشرة دهية كده بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة هذا موضوع الشراكة موضوع مهم جداً ونحن في الشعوب الشرقية نعتبر أنفسنا ضعيفين في ثقافة الشراكة الشراكة موجودة عندنا في كل مجال حتى في مجال الشركات إذا اشتركت شركتين أو مؤسستين الموضوع يكبر الربح يكبر الرأس المال يكبر وكل شيء يكون كبير وثقة الناس بهذه الشركة الجديدة تكبر حتى احد الاخوة مثل الشركات المتشاركة فقال اذا جاء اثنياً يعني كل واحد يستطيع بيديه يضم من الفراغ بهذا القدر اما اذا شخصين تشاركوا فتكون الفجوة فراغ يكون اكبر هذا القصود في الشركات في الفقه الإسلامي كمان هناك قضية المشاركة هناك قضية المضاربة المضاربة هي نوع من الشراكة باسم النوع آخر بمال وجهد لكن إن أنا في الشراكة في المؤسسات الإنسانية يجب أن نفهم أنه ليس شرطاً أن تتشارك المؤسسات المتشابهة يعني أنا عندي راس مال ومؤسسة أخرى عندها راس مال ليس بالشرط أن يتشارك لكن هناك مؤسسات عندها جهد ومؤسسات عندها مال فالتي تقوم بالجهد ممكن تنفذ تنفذ أعمال تابعة للمؤسسات التي صاحبت المال هذا نوع من الشراكة حتى لا نختلف بالمستقبل لأنقضية الشراكة حقيقة كثير من المؤسسات اشتركت واختلفت بخير ضروري التوفيق في هذا المجال يعني من مال ومجهد وشيء آخر شكرا آخرين آخرون أخريات ومش أنت قلت الحكمة الأملية هو عدي أهل صدق نحن عايزين نتكلم عن أننا مؤمنين بالشراكة أو غير مؤمنين بالشراكة إقامة العمل الجماعي أو إقامة الشراكات مباقية الجهات طبعاً هو شيء مهم جداً ولكن مع الأسف يعني الوعي فيه متدني جداً ويكاد يكون معدوم يعني أول مرة أسمع بالعمل الجماعي أو إقامة الشراكات مباقية الموظمة خاصة في مجال العمل الإنساني وطبعاً أهم نقطة الأخوة اللي تكلموا في جميع النقاط لأنه في نقطة قد أراها مهمة أو يمكن أن يكون مخترحة هو لكل عمل لابد من أن يكون جهة تدير هذا العمل فهل ترى إقامة الشراكات أو العمل الجماعي لابد من وجود جهة تديره وتقوم في حملات التوعية وتقوم بصب المجهود كله في اتجاه واحد يعني مثلاً مثل مديرية النقد موجودة في كل المحافظات ولكن في التالي في العاصمة هو موجود المديرية العامة للنقل التي تؤمن التواصل وتنسق الجهود حتى نصل إلى الهدف الأسمى والأكبر بأقل التكاليف وخلال فترة زمنية أخسر شكراً أسخد وأتبخر وأذوب أذوب حقيقةً حقيقةً لكل مجمع على أهمية الشراكة وفكرة الجمعيات الخيرية هي شراكة بين أفراد يعني النواة التي ننطلق منها أفراد تشاركوا في إدارة عمل جماعي فهي شراكة بين أفراد المشكلة أنه الشراكة فيها مطبات بداية حتى يكون هناك انسجام أو فهم دور كل الأطراف نحن عند هذه المطبات ننسحب وننكمش عن الشراكة لابد أن نحلل هذه المطبات وأن ندرسها وأن نضع لها خطط لتجاوزها ولكن هي أمر حتمي ومقبلين عليه بنهاية شئنا ما بينه مرحلة العمل الفردي أو الجماعات ينبغي أن يتوسع وتحديداً في سوريا يعني هذه أعداد الجمعيات أعداد كبيرة دعت الحاجة لذلك سابقة ولكن الآن عليها أن يعني تبحث عن عمل جماعي منظم عن شراكات حقيقية بدافع الرغبة وبدافع الحاجة وبدافع الإيمان بهذه الفكرة أجزاكم من أخير شكرا أجزاكم من الله خير هناك من تعالى حمان هو سوري هو مصري سوري وأنا سوري مصر وكلانا يضير يضير نحن المضيقون نحن الشموس وأنت النجوم أستاذنا وكبيرنا دكتور هانيل بنام أولاً شكراً للحضور المتميز جداً الرائع اللي كان موجود فيه أختنا من تركيا وكذلك من المغرب العربي ومن اليمن ومن العراق ومن فلسطين فأنا حقيقة سعيد جداً بهذا الأمر أنا أنقل تجربة سورية عمره خمس أو ست سنوات فقط لا غير نحن لم ننجح للآن على مستوى الجمعيات السورية بموضوع الشراكة نهائياً وكذلك الاتحادات والشبكات السورية فشلت ولكن لن نكل ولا نمل بوجود أصحاب خبرة كبيرة نحن مصررين أنه نستمر على الدرب ربما نقرأ شيء جديد كما قال أخي أبو رشيد من القبيل أنه تجاربنا يعني مهما كانت عمره خمس أو ست سنوات الفكرة اللي أنا أريد أن أطرحها الآن إلى جانب الشراكة أو هي ممكن تعتبر نوع من أنواع الشراكة ما قاله الدكتور هاني من اللقاءه مع سيد رامش بأنه المنظمات السورية الحقيقة صنعت شيء لم يسبق للأمم المتحدي أو للإنجي أو أنه يشوفوا بأي بلد بالدنيا وخلال الخمس ست سنوات تم بناء قدرات كم هائل من الشباب والصبايا لدى هذه المنظمات اليوم هاي المنظمات حقيقة في مهب الريح وفي منها عدد كدير جدا أغلع أو تم شطلوا من صندوق التمويل ومن غيره أنا أدعو لشراكي بالاستثمار في هؤلاء الشباب والصبايا أنه اليوم عنا الإخوة الموجودين بليبيا باليمن بالعراق أكيد يمتلكوا خبرات ولكن بشهادة المنظمات الدولية أنه المنظمات التي سجلت بطريقة تركيا خطة خطوات وبنية قدرات يعني حتى الأخوي بلبنان مثلا ما أتيح لهم التدريب الكافي مثل ما أتيح لنا بتركيا فأنا أطرح هذه الشراكة على أساتذتي الكبار يستطيعون أن يصيغوها بشكل معين نعمل عليه بدورات قادمة إن شاء الله شكرا جزيلا لكم وأنا رابكم على آخر أخذ تعليق من أخونا باسك 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 لحد تاني عايزة أكعلق قبل ما نقفل بس أنا أبضل ترسل باسك سلام عليكم أنا بوجهة نظري للشراكة الشراكة هي بتنطلق من مفهوم شخصا أنا إذا بفكري متعود على عمل الجماعي أو ببيتي متعود على عمل الجماعي فأنا في سري مؤسستي بشارك مع مؤسسة تانية طيوب الصغيرة فردية كنا بالمعتقل بالزنزانة كنا نحن الخمسة اللي وزعونا الأكر نتفع بين بعضنا أنه نحن نجمع قطعة البطاطة الصغيرة اللي يعطونا اللي هي نص بطاطة جماعة هيت مع بعضهم كلاهات الخمس قطاع ونجيب الغيف الخبز اللي يعطونا ناكلهم كلاهتنا كسوى جماعة هلأ كل واحد مننا بلد الحمد لله الخمسة اللي طلعنا واحد توفر بس الأربعة كل واحد مننا بلد والأربعة كل واحد عم بيدير فريق عمل جماعي الحمد لله فالفكرة هي موضوع شخصي أني أنا إذا ندريب حالي فيسهل أني أسس مؤسسة أسس فريقة أو أسس مشروع عمل جماعي بشارك معنا شكرا شكرا طيب آخر تعليق من أخونا فرامالله فلسطين لازم لازم قبل أن نختم مسك الختام السلام عليكم عليكم السلام بخصوص الشراكة راح أتحدث عن أنفسنا حتى نكون واقعيين وفعليين كمفهوم شراكة ما في اعتراض أبدا على مفهوم الشراكة في أي مجال ولكن وارد جدا يكون عدم موافقة على موضوع ما داخل الشراكة فقبل ما إحنا نعطيك مثلا كلمة إن إحنا نعم موافقين بدنا نكون شركاء بدنا عفوا نعرف شو جوا الشراكة أنا شو دوري شو علي شو اتزامي شو لازم أقدم أنا عفوا في فلسطين المؤسستي بحاول أني أجيب دعم وتومين لحتى أخدم الشعب الفلسطيني وهو بحاجة ماسة وفعلية جدا إلى المساعدة ولكن مثلا كأخواننا في المؤسسات السورية المنظمات السورية وهم عددهم كثير ما شاء الله كيف بدي يكون في شراكة عفوا ما بين فلسطين وما بين مثلا سوريا يعني أنا حابب أعرف الحثثيات اللي موجودة داخل الشراكة قبل ما إنا فعلا مجحنا إحنا مع الشراكة إحنا مع الشراكة نعم أي شراكة ولكن حابين نعرف شو جوى الشراكة شو عليا شو إلي قبل ما نقول نقول نعم أو لا وأخيرا وليس آخرا بشراكة أو بدون شراكة إحنا كمؤسسة في فلسطين بنخدم الشعب الفلسطيني أي حاد حابب يكون في عمل ما في فلسطين إحنا جاهزين نساعده وبدون مقابل ونساهم ونقوم ونعمل شكرا جدا لكم شكرا أعطاء أنت ولا فاء يا خالد أعطاء بعض الجامعات في فلسطين تساعد الشعب السوري عن طريق أعطاء أعطاء 48 49 51 52 55 تفضل يا عراق لا لها اسم أكيد لكن لا وهي تمثل عراق الأخ 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 بسم الله الرحمن الرحيم ببساطة شديدا أقول أنه قيمة الإنسان عند الله بقدر قيمة عمله الصالح فكلما زادت الرقعة الجرافية للعمل زاد معها الأجر لذلك إحنا في العراق شراكات كثيرة شراكة أنا كمؤسسة مع سبع مؤسسات أخرى تحت عنوان شبكة رسالة الجميع بالنسبة للعمل مع الشركاء كل المشاكل في كل البلدان شفتها نفس الشي يعني في لبنان في الرعاية في سوريا في العراق في اليمن نفس المشاكل الأحادية كلها لكن يبقى الإنسان هو ونفسه يعني كنا مثلا أشتغل كثير يعني ما أسأل عن الشركة الآخر لماذا يبدأ يعمل؟ عند أسباب عند أسباب خاصة فسبحان الله اشقد ما بقدر ما أنت تقدم بقدر ما أنت تأخر ولوما الشراكة ما كان أنا حضارة هاي الدور اشتغل كلا أيضا احنا جزء من شبكة رسالة اللي هي سبع مؤسسات جزء من التنسيقية اللي هي سبعين مؤسسة على الساحة العراقية فإذا الشراكة كلها فائدة يعني حتى إذا أنت ما حصلت شي مادي فأنت عند ربك عملك كبير شكرا 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 طيب هناخد تعليق سريع كده رسائل صوتية منكم 30 ثانية أو 40 ثانية لا ما أنا عايزين ساعتين ساعتين ماشي لا لا ساعتين ثانية يعني إزاكم لو خيرا وتعقيما على كلام أخونا خالب وأخونا سامح يعني للأسل أنت ضغطيني في الوقت ما عرفش إن أنا أكملها الشراكة مبنية على ثلاث محاور رئيسين أكتورس دم الجهات فائلة وبروسيس اللي إحنا كلمنا عنيه لكون تكست يعني مهم جدا برضو موضوع المحتوى إنه لازم نتكلم عنه والشراكة ليست شعارة يعني الشراكة ليست شعارة ولكن الشراكة رؤية رؤية على ماذا نتقابل وعلى أي شيء نتقابل وفي أي شيء نتقاطع وكيف يستفاد منا وبعضنا وبالمناسبة طلع بيبر الآن في ألمانيا بتقول إن في الشراكة المدينة المؤسسات اللي عاملة في مجال واحد بتصنع ميزة نفسية أكبر مما هي عليها يعني أنتم ممكن شعار فين شركة أمازون الآن شركة أمازون الآن بيتفتحة مجال البيع لأيضا لشركات بتنفسها على البلد فورمتات فطلع الآن إحساءات ودراسات إنه عدد زيادة الموارد عنده أمازون زادة بالنسبة كبيرة بيتا فهي يعني بتزيد الميزة التنفسية للمؤسسات ومش عايزين إن إحنا المعاوطات والمشاكل كم نعلم قضية الشراكات أهم حاجة إن إحنا تكون ورؤية واضحة ودينا أهداف واضحة ومسأل نفسينا على ماذا نتشارك يعني ده المهم جدا لأنه ببعضنا إحيانا فيه شركات بتبقى صعبة ولكن السؤال الأساسي على ماذا هذا ممكن أن نتشارك بالنسبة بذلك الأخرى طبعا إحنا سبقنا الأمازون وقلنا اللي كبر الصغير يكبر صح واللي صغر الكبير يصغر مزبوط إحنا بقى أمازون أو لا هم بيبعونا الهوفة زي مزبوط يعني عمركم ما هتكبروا الجمعية الصغيرة إلا ما هتكبروا بيها هتكون رديف هتكون معاون هتكون مساند فضل أحمد مموكككككككككككككككككككككككككككككككككك هم يعني هو أنا حاخد طرف الخير من طرف نهايته على ماذا منتشارك هي مهمة عدوا مع بعض وفكروا وإذا كان التنفيذ ومشاركة في التنفيذ المشروعات في معاوقات كثير أكيد في أمور كثيرة أخرى نقدر نتشارك عليها منها نحنا نعمل رأي موحد نقدر نكلم الجهات المختلفة كالجهات منحة أو حكومات أو كده بوكة واحدة منها نحنا نبني قدراتنا وهكذا يعني تشاركات ممكن تكون يعني لازم يكون بعض الإخفاقات تخرجنا من فكرة الشراكة فعلى ماذا ما تشارك نقعد نتكلم ونشوف على ماذا ما تشارك والذي نتفق عليه هذه المحددة التي نبني عليها على ماذا ما تشارك شكرا 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 اتدوك بالخطوات صغيرة خطوات عملية لا تترك بالمكان إلا وقد قرر كل واحد فيكم أن يأخذ خطوات عملية في كيف يتشارك ويعمل مع الإخبار نتعوى الله عز وجل لكم بالتوفيق سهلا تكتب انا بعض انتحول فكري في ثلاثين سنة أو بخمسة أو ثلاثين سنة مؤمن ايمان تام بالشراكة الشراكة من طرفين تبدأ بالأسرة لأهم ركن مكون المجتمع اللي بيبني الدولة والوطن اللي بيبني الحضارة في توافق وبعدين زي ما أخونا كان بيقول ايه الشراكة في عقوب بتكتك ومن حقق انك تسأل اي سؤال ومن حقق انك ترفض الشراكة معك اي جامعية من حقق حدش بيالغمك او تعمل شراكة لا تؤمن بها دي مهمة جدا جدا انا كجمعية صغيرة اقول اعوذ بالله ومشان رجيم ان انا المعلومة اللي عندي اغلى من المال اللي عندك المعلومة اللي هي حيثية المشروع وبناء المشروع اهم من المال لكن انا ببيعي المعلومة ببلاش لاني مش مؤمن ان المعلومة دي مهمة انظري للمال على ان هو اهم شيء والله يا اخوانا ويا اخواتنا المعلومة اهم من المال ممكن تذكر الكلام كتير جدا في امازون ولا جوجل ولا كل المواسطات الكبيرة بتجمع المعلومات وتبيعها وبتعملها مليارات احنا عندنا المعلومات جمعها غلط ترتيبها غلط تبويبها غلط ادارتها غلط وبعدين بيعها غلط برغم احنا اصحاب المعلومة كيف نجمع المعلومة وكيف نحافظ عن المعلومة ونبويبها ونؤثرها ونديرها ونستثمرها فيما بعد العالم كله مبني على المعلومة زي الكلمة اقرأ في القرآن ليست فقط يعني بالانجليزي يعني اقرأ هي المعلومة هي المعلومة هي العلم هي الكيفية هي الفهم هي الادراك هي الوعي هي العمل اقرأ مش كلمة لانه معانا بقارئ احنا نخد المعنى اللي هو المعنى الحرفي لكن اقرأ هو الفهم ومنظومة الفهم ثم استعمال الفهم ثم ادراك ابعاد الفهم ثم التعاون وخش في المنظومة دي كلها حتى تصبح موسوعة بعدك انتم عندكم كنوز اسمها معلومات لكننا لا نقدرها طبعا نكفي امام المال بتاع المانح دون ان نلعى شروط لنا طبعا احنا ختمنا النهاردة وطبعا يعني احنا سعداء وحزانة سعداء باللقاء وحزانة للفراق لكن عندكم انتم دلوقتي مجموعة واسعب كل الافكار الجميلة حطوها مع بعض وبنشتركها من خلال المجموعة دي بتاع الواسعب الان احنا بنشكركم واحد واحد فردا فردا ذكرا كان امرجلا انا بس لان انا احبه احب ليبيان اه وانسان كانت او امرأة وجزاكم الله خير والبس المبشر من الاستوديوهات نخرج بقى منه ونرجع عن الاستوديو بتاع التلفزيون وحناخد الصورة الجمعية بعد كدو مع بعض